اهلا 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 بحضراتكم طيب تعالوا كده نشوف مع بعض الجزء الاخير من كلمة رئيس الجمهورية في الجزائر كان بيتكلم فيه عن المية او جزء قبل اخير تحديد مصر عملت ايه في مسألة تطوير منظومة الري الحقلي في مصر ازاي ده اثر على الانتجية بتاعتنا ايجابا ازاي اثر على الزراع ازاي اثر على استصلاح الاراضي ازاي اثر كمان على الفلاح حتى بشكل مباشر والمزارع بشكل مباشر خلنا ناخد معنا داخل الستوديو ينورنا ويشرفنا دكتور حسن علي شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة والاستصلاح الاراضي منورنا دكتور اهلا وصلا ازاي الصح الحمد لله يعني ايه الرأي الحقلي الاول دكتور هو الرأي الحقلي حضرك المعصود بيه الاول المزارع ما بيرفع المية داخل ارضه بنقول عليه الرأي حقلي جميل ما قبل رفع المزارع للمية داخل ارضه ده بيبقى الرأي بوجهها عاني مش اللي هو ابتداء من النيل او سواء عبار او اي مصادر رأي اخرى مصادر المية عزب اول ما تخش ارض المزارع بنقول عليه الرأي حقلي طيب احنا عملنا اي بقى هو الرأي الحقلي من المعروف ان الزراعة بوجه عام بتاخد اكتر من 85% من الموارد المائية المتاحة عم عندنا مساعة الارض الزراعية في مصر عندنا اراضي جديدة و اراضي قديمة أما بنقول اراضي قديمة المقصود بيها اراضي الوادي والدلتة جميل الاراضي جديدة الهي الاراضي الجديدة المنتشرة معظمها اراضي خفيفة منتشرة في الاراضي الصحرائية الخفيفة الأراضي الجديدة 3 و 3 من 10 من يوم فدان والأراضي الأديمة دي الأرقام المسجلة 6 و 1 من 10 ده بصرف النظر عن المشروعات القومية الجديدة اللي هي التوسع في مساحات الأراضي الزراعية يعني دي مش مشمول فيها الدلتة الجديدة الدلتة الجديدة ولا الريف المصري ولا سينة ولا تشكة ولا المساحات الجديدة دي كلها جميل اللي أنا بتكلم عليه اللي هي المساحات المسجلة تعتبر الجديدة الأديمة والأديمة الأديمة ماشي فيبقى 9 و 4 من 10 مليون فدان إيه شكل التطوير اللي حصل هو حضرتك بالنسبة للأراضي الجديدة القانون بيلزم المزارعين أنه يستخدم نظم الرأي الحديثة وما بنقول نظم الرأي الحديثة المعصود بها نظم الرأي بالطنقيت أو بالرش الرش ده هو البيفوت اللي احنا بشاهدنا ماشي كان مختلفة منها البيفوت اللي حضرتك بتتكلم عليه وده بيستخدم في المساحات الواسعة لأن البيفوت بيروي ميت فدان أو أكثر عيو لكن في المساحات الصغيرة بنستخدم فيها نظم الرأي السابتة أو المتحركة فيه أنواع كتيرة جدا من نظم الرأي بالرش حل بالنظم الرأي بالطنقيت ده نظم الرأي كلها بنقول عليها نظم الرأي موضعية يعني بتوصل الماء إلى النبات مباشرة حتى جدر النبات مباشرة حل فده رأي موضعي بنقول عليها الرأي الحديث الرأي الحديث ده القانون بيلزم المزارع في الأراضي الجديدة كلها أنه هو يطبق نظم الرأي الحديث فالدولة مشكورة كان في بعض المساحات لم يلتزم المزارعين بتطبيق نظم الرأي الحديثة وإذا الكلام ده بدأ في سنة 2020 في 2020 من الحصر اللي موجود لقينا أن فيه حوالي مليون فدان ومليون وعشرين ألف فدان كان المزارعين غير ملتزمين بتطبيق نظم الرأي الحديثة يعني تقريبا عشرة في المئة فالدولة مشكورة لا أولا ما نقدرش نقول عشرة في المئة هو تلاتة وثلاتة من عشرة طلع منهم مليون فدان يعني التلت تقريبا التلت تقريبا ما كانش مطبق فيه نظم الرأي الحديثة فالدولة مشكورة ساعدة المزارع عن طريق وزارة الرأي أو وزارة الزراعة تقاسمنا هذه المساحة إحنا كوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والرأي بإن نعمل دعم فني للمزارعين إحنا بنشجعهم هو القانون بيلزمه بس إحنا برضو الدولة بتشجعه بتعمله دعم فني إن إحنا نعمله تصميم رفع مساحي وتصميم ونعمله كشف مهمات والكشف مهمات دي سجلنا شركات تسعر له الكشف ده وإحنا نشرف على تنفيذ هذه العمال لضمان سلامة النظام فأنا بعمله الدراسة كلها بديله كمان ده دعم فني بديله دعم مالي الدولة برضو مشكورة وفرت قروض للمزارعين في الفترة دي كانت 2020 بخمسة 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 في المية على خمس سنوات المزارع اللي عنده الرغم وده فيه كتير من المزارعين عملوا نظم الري والتزموا وضمهم على أفقاتهم الخاصة دي فايدة مخفضة جدا فايدة خمسة في المية اللي أحسن من كده هقوله لحضرتك بعد كده ده بالنسبة للأراضي الجديد فبرضو طب المزارع اللي يقول أنا والله معايا الفلوس مش عاوزة أخذ القرن بيعمل على حسابه وقد ديله دعم فني برضو وتديله الدعم الفني دعم فني زي ما قلت لحضرتك رفع مساحي وتصميم وكشف مهمات دراسة متكاملة بقى واشرف له على الشغل كمان حلو جدا أضمن له سلامة الشغل حلو جدا ففيه كتير عملوا كتير جويس وجزء صغير منهم خد قروض من البنك ماشي كانت الدولة موفرة في الوقت ده تلاتة مليار جنيه التلاتة مليار اتخذ منهم جزء جاء تطور الموضوع بأن نحول نظم الرأي بالغمر حتى في الأراضي القديمة لرأي حديث لأن نظام الرأي التقليدي المتبع في معظم مساحات الأراضي الزراعية في مصر الريب الغمر الريب الغمر اللي هو أناية طراب مزارع بيرفع بترمبة صغيرة فيه كل مزارع عنده ترمبة بياخدها البيت ويرجع بها تاني يروي ويرجوحها عنده فبينقول عليها نقط رافع متعددة فده الريب الغمر التقليدي فالاتجاه أن نعمل ونعمل رأي حديث حتى في الأراضي القديمة طب ما الأراضي القديمة الريب الحديث ده عزم قومات معينة هو أنا عايز نوعية التربة ونوعية التربة في الأراضي القديمة اللي احنا بنقول 6 واحد من 10 مليون فداء دي أراضي تقيلة دي من طرح النيل دي أراضي تقيلة قبل أنها تملح احنا كفنيين محافظة على المية وزود انتجية ومع الوقت الأرض هترى الله وارميني فلازم أعمل حساب النقطة دي حلو فلازم أخذ الموضوع من جميع النواح فالستراتيجية بتاعتنا احنا كوزارة زراعة أن احنا الأراضي اللي هي وقعة في شمال الدلتة اللي هي متأثرة بمياه البحر دي حوالي 2 مليون فدان قلنا يخليهم رايب الغمر بس رايب الغمر مطور بدل المزارع مكان أناية طراب والأناية الطراب دي أولا عرضها كبير 3 متر أو 2 متر أو 2 ونص متر دي بتحتل المساحة كبيرة من الأرض الزراعية وفي نفس الوقت فيها رش عميق فيها ناشع جانبي فيها اهدار لمساحات من الأراضي الزراعية وقلة انتاج لأن المناطق الأراضي الزراعية المجاورة للقنوات المفتوحة ده بيبقى الانتاج فيها ضعيف ومعظم المزارعين واللي بينزل الأرض الزراعية بيشوف فلقتولها حل بيبقى الانتاج فيها ضعيف جدا عملتولها حل عملنا لها حل طيب هستأذن قبل ما تقولي الحل هتقولهولي بس بعد الفاصل ده فاصل سريع جدا ونرجع مرة تانية مع دكتور حسن علي شمس الدين استنونا بعد إذنكم كل الترحيب بحضراتكم مرة تانية وكل الترحيب بدكتور حسن علي شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الرأي الحقلي بوزارة الزراعة وستصلاح الأراضي فالأراضي بقى اللي قريبة من مناطق البحار أو البحيرات المالحة بتبقى معرضة لمجموعة من المشاكل فحتى قلت لنا دي كان لازم تستمر فيها طريقة رأي بالغمر ولكن لازم نلقلها حل الحل كان الرأي المطور وما بقول رأي مطور يبقى أنا بحاول للا أناية الطراب بحاولها للا أناية بالمواسير المدفونة أو كان في البداية بنبطنها بالطوب أو بالخرصانة أو بأساليب مختلفة لكن لقينا الأفضل توفيراً للمساحة وزيادة كفاءة المية وتوفيراً للمية أن نحاولها لقنوات مواسير مدفونة يعني إيه؟ يعني وبعمل كمان بدل نقطة الرفع المتعددة أن كل مزارع عنده ترمبة أو مكنة بنعمل مجموعة طلمباط في غرفة ومجموعة الطلمباط دي تناسب الزمام اللي بتخدمه الزمام قد يكون 30, 40, 50 بغاية 100 فدان دي بنسميها مسأة أو مسقة هذه المسقة بنجمع فيها على الأقل لمكانتين ترمبتين أو ثلاثة وبنشغلهم بدل الديزل حولناهم للتشغيل بالكهراب وبنعمل كمان ربطة ربطة مستخدم المياه ده كله بتتعاون مع وصارة المريض المياه والري والربطة دي بتدير هذه المسقة بتروي مساحة الخمسين أو المية أو السبعين أو أي أنكنة المسعة بتنظم الري في المسقة بحيث ما حصلش مشاكل وكل مزارع بياخد دوره دي فيها ميزة كمان بتوصل المياه إلى آخر مزارع زي قول مزارع احنا في الري اللي بالغمر التقليدي اللي في أول الترعة أو اللي في أول المسقة بياخد مياه واللي في آخرها ما يجلحقش ووفرت عليه قصة السولار بهوسيته بأسفل وليسه كمان بدأنا نخش في الطاقة الشمسية وحسنت الظروف بتاعتي بيئياً بأن أنا بستخدم كهرباء تمام ووفرت مساحة أرض الزراعية من الدراسات لقينا أنه وفرنا حوالي من 2% ل3% من مساحة الأرض الزراعية ودي لها قيمة كبيرة جداً عند إخواننا المزارعين وعافنها إن الفدان يتوفر فيه إراث أو نص أو أكثر هو أولى هو أولى بيحس بالفايدة مباشرة بالإضافة أنه بيزود الإنتاجية أنا قلت الناشع اللي على الأجناب بيانتاجه زي الفلوس الأرض زود إنتاجية ووفر أرض في نفس الوقت عمل عدالة توزيع كل المزارعين بياخدوا مياه أو للترعة أو المسقة أو الأناية بياخدوا مياه زي في الآخر زي أول حلو جداً المسق حلو جداً والتشغيل زي ما حضرتك قول وفرنا عليه تكاليف قللنا زمن الرأي وفرنا مياه في الآخر أنا بقول في الآخر ليه وفرنا مياه لأن أنا كمزارع أنا هميني اللي بدفعه من جيبي طبعاً لكن إحنا بيهمينها كدولة على المستوى القومي لنوفر مياه المياه اللي هتتوفر ممكن أزرع بها مسحات جديدة ويهمني أن المزارع برضو التكلفة تنخفض عليه قدر الاستطاعة فدي زي ما قلت الحضرتك دي في شمال الدلتة لهم حوالي 2 مليون فدان يبقى متبقى من الأراضي القديمة 4 مليون فدان تقريباً الـ 4 مليون فدان من الحصر لقينا أن فيه إخواننا المزارعين برغبتهم وبالمجهود الزاتي عملوا رأي حديث في أراضيهم بعض إخواننا المزارعين وخصوصاً في المساحات البستين أو الفاكهة والأشجار بيستخدم الرأي الحديث الرأي الحديث لهم مزاج كتير جداً بس بدعمكم الفني برضو بدعمنا الفني لا اللي حصل إن المزارع عملها بنفسه كمان إحنا دلوقتي بندي دعم فني وأكتر من كده المبادرة الرئيسية اتحملت في مرتكولة عمل خماسي بين وزارة المالية وزارة الزراعة وزارة الموارد المائية والرأي والبنك المركزي ممثل في بابك الزراعي والبنك الأهلي يدي قرد للمزارع على عشر سنين وبدون فايت بدون فايت زيرو فايت للمزارع زيرو فايت ومفتوح وشغال وشغال لحد الوقت حتى الآن شغال إلى أكتر من كده أن في ملحق بالرتكولة عمل في نوفمبر 2021 وبدأنا بمحافظتين محافظة بني سويف احنا كوزارة الزراعة 275 ألف فدان ووزارة الرئي خادت محافظة الألبوية 158 ألف فدان نطبق فيها الإسلوب الجديد والدولة مشكورة وفرت حقها لي كبداية 5.8 مليار نشتغل بهم كمحافظات تجريبية للتحول من الرأي بالغمر إلى الرأي الحديث كل ده وعشان نقيس المية قبل وبعد نشوف من التحول للنظام وفرنا ايه احنا حاليا في المرحلة الأولى من التحول ويتأهيل المسائي وفي نفس الوقت بنعمل نمازج رأي حديث عشان المزارعين لأن المزارع ما بيقتنعش إنما بيشوب بعينه فاحنا بنحاول ننشر الفكرة ونساعده فني ونسهله التمويل المالي بندفع حاليا في غباني سويف أو في الأليوبية الدولة بتدفع وبعد كده هنبدأ نحصل منه على عشر سنين طيب كل ده الأراضي القديمة الحديثة بقى اللي هي التربة الخفيفة التربة الخفيفة زي ما قلت الحضر ركحنا المليون فدان معظم المزارعين دلوقتي ملتزمين بالرأي الحديث حلو جدا وده بيوفر كميات مية كتير أنا عايز أقول حاجة برضو مهمة إن إحنا عندنا ميزانية مائية ميزانية مائية الداخل والخارج صح الخارج بيروح ميتصرف ميتصرف بنعيد استخدامها تاني بعملها معالجة وفيه مشروعات قومية حضرتك اللي موجودة دلتة جديدة صحيح وصينة المحسنة وقيتك وبحر البقر وحدودك كل دي ما يتصرف فما يتصرف اللي بتضيع في الرأي بنستخدمها تاني والله ربنا يا ربي يبارك طيب خليني الأول أشكرك جدا 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 يا دكتور كل شكرا لحياتك دكتور حسن علي شمس الدين مدير وحدة مشروعات تطوير الأراضي أراضي ريا الحقلي بوزارة الزراع والتصلاح الأراضي وبالمناسبة لما تيجي تسمع الكلام بتاع دكتور حسن علي شمس الدين هتكتشف أنه لا ده البلد وقفة جنب الكل يعني اللي معه فلوس طب أنا هقدم لك دعم فني معكش فلوس هديلك قرد بدون فوايد ممكن بعد إذن حضرتك لما تيجوا تشتغلوا على الإنفو جراف اللي أنا أمرتك تعملوا إعلام الإخوات بالأمر خد بالك بالأمر كده تقولي هو حجم المساحة المزروعة في مصر قبل 2014 قد إيه وفي سنة 22 بقى تقد إيه خد بالك اللي هيجذب هضربه ققا على إيده طب لو ما عملتش كده يبقى معناها إيه إن انت كذاب كذاب ما انت مش قادر تطلع المعلومة على الهوى مش انت بتقول إن انت إعلام أمين وإحنا وحش طب طلع المعلومة قبل وبعد عشان ما تاخدش البزازة يوم السبت خلصت الحلقة لحد كده لو كلينا العمر بإذن الله نعبلكو السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة